السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم حبيبي في قناة المشاهدة وطيرها النهار ده بإذن الله فيديو بتاعنا جميل جدا 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 تربية البط المسكوفي وكمان البلدي الخريط بسم الله مشو الله حاجة كده جميلة تفتح النفس طبعا تعرفين ان دورة البط دي كلها ماشي بدون أعلاف حط نسبة علف بسيطة جدا على العيش بتاع البط بعد كده بنلف على بعضه بنحاول احنا بنأكل البط بتاعنا ونشبعه وزي ما حضراتكم شايفين الوقت في مرحلة التريش وبسم الله مشو الله ربنا يبارك يا رب عاوز أقول لكل حبابي لو أنت أول مرة تشوف قناتي يا رب تنزي تشتركي فيها وتفعل الجرس على كله ما تنسيش تحط لايك للفيديو كدعم منك للقناة يكون جزاك الله كل خير النهار ده إن شاء الله كده هنتكلم في الفيديو على إزاي تعرفي الدكر من النتاية في البط الخليط المسكوفي والفرق نفس الطريقة في البط البلد بتاعنا العادي أو أي نوع بط إزاي إنه تتفرق بين الدكر والنتاية بكل سهولة من غير طبعا ما تعود طبعا تستنى عليه لما يكبر تعرفي النتاية أنهي والدكر أنهي من وهو صغير هتقدر إنه تتفرق بكل سهولة وكمان هو لسه طالع من البيضة هقولك على معلومة دلوقتي يعني من أبسط الحاجات اللي أنت تقدر تتفرق بين النتاية والدكر بكل سهولة أول حاجة لما يكون البط لسه خارج من البيض أول حاجة بيبقى الدكر بيبقى طويل كده بتلاقي أطول من النتاية النتاية بتبقى بالزبط عاملة زي نص كفة إيدك كده يعني النص اللي هو بتاع السوابع ده بتبقى النص كده بتبقى صغيرة في الحجم وكمان بتبقى الظهر بتاعها عارض شوية الدكر بيبقى طويل والدهر بتاعه رفيع وكمان بيبقى مفروض ونازل على طول تمام كده أول حاجة معانا هتبقى النتاية النتاية بتكسي ريش بسرعة يبقى أول حاجة معانا النتاية بتكسي ريش بسرعة يعني الجناح والرش بتاعه بيطلع بسرعة أكبر من الدكر يعني بتلاقي الجناح بتاع الدكر بيطلع يعني بعد النتاية كمان ما بتطلع الرش بتاع حتى لو لاحظته هتلاقيه ان هنا معظم الدقرة الريش بتاعهم بسيط جدا جدا والنتاية بدأت ان هي الجناح بتاعها بدأ ان هو يطلع فيه او نص الرش بتاعه بدأ يطلع خلاص كده كمان الدكر جناحه مش بيكسي رش بسرعة زي النتاية وكمان حجم الدكر بيكون اكبر من النتاية شوية بالعمر ده خلاص كده تاني حاجة معنا بيبقى المنقار منقار الدكر اللي هو البوز بتاعه بيبقى اطول من النتاية النتاية بيكون المنقار بتاعها بيبقى اصغر من الدكر وبيبقى عارض شوية عن بق الدكر خلاص كده كمان الرمانة بتاعت الرجبة يعني اللي هي العظمة الوسطانية بتاعت الرجبة بتكون اعلى من النتاية بتلاقوا الرجلين بتاعت الدكر بتبقى طويلة النتاية بتبقى العظمة بتاعتها دي بتبقى صغيرة وبتلاقيها كمان الرجل بتاعتها مسحوبة لمشت الرجل شوية لتحت فبتبقى اصغر من الدكر خلاص كده يبقى احنا كده عرفنا اول حاجة من ناحية الرش بتاع الاجنحة وتاني حاجة كمان المنقر بتاعه والطول بتاعه ازاي ان انت تفرق بين الدكر والنتاية الدكر بيبقى اطول النتاية بتبقى اصغر في الحجم وبتبقى الظهر بتاعها عريض الدكر بيبقى طويل والدهر بتاعه بيبقى طويل ما بيبقاش عريض خالص المنقر بتاع البق بتاعهم بيبقى في الدكر طويل النتاية بتبقى المنقر بتاعها بيبقى زغير شوية عن الدكر وكل ما البط بيكبر معاك بتحس ان الرمانة بتاعت الرجل في الضكر بتبقى واضحة جدا جدا وبتبقى عريضة في رجليه في النص كده زي الرجبة بالزبط بتبقى اوضح وبتبقى كمان واضحة جدا 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 بتقدر يتميزي بين الضكر وبين النتاية خلاص كده وكمان الرجل بتاعته بتكون طويلة طيب بالعمر ده نعرف ازاي علشان تعرف يتفرق بينهم لو انت مثلا ست بيت وكمان بتربع على السطح وبكل سورة تقدر يتفرق بينهم وكمان لو انت بتشتري من اي حد او تاجر هقولك تعرفوا وتفرق بينهم ازاي اول حاجة بيعرفوا من فتحة المجمع بتاعهم او فتحة المجمع بتاعي البط اللي هي الفتحة بتاعي اللي هي الفتحة الشراجية بتاعتها خلاص بتتك عليها كده حتى لو هي انتاية بيبان لك لو هي دكر هيبان معاك طبعا هيطلع لك كده زي خيطة كده او زي كده حاجة كده عاملة زي الشعرية رفيعة خالص تعرفي ساعتها اول ما تطلع الشعرية دي تعرفي ان دوت الضكر معاك انما طبعا ان تاية ما بيبقاش فيها خالص ما بيبقاش فيها اي حاجة من دي يبقى انت لو مسكت البطة وقلبتيها وجيت عند فتحة المجمع بتاعها وتأكيت عليها من ورا كده هيطلع لك حاجة زي الفتلاية كده او زي الشعرية بتبقى رفيعة جدا بكده تعرفي ان دوت ضكر معاك او نتاية وكمان لو تحت الجناح املس يعني ايه املس يعني بيبقى تحت الجناح لو انت مسكت البطاية في العمر ده ورفعت الجناح بتاعها هتلاقي الضكر تحت يعني تحت كده وكده بيبقى املس يعني ما فيش فيه شعر كتير انما طبعا النتاية لو رفعت الجناح بتاعها هتلاقي تحت الجناح بتاعها بيبقى ماكس شعر او بيبقى ماكس ريش فبتعرفي ساعتها ان ايديات نتاية معاك يعني الفرق بينهم برضو من حاجات برضو اللي انت تقدر ان انت اتميزيها ان لو رفعت الجناح بتاحها هتلاقي تحت البط عندها او تحت الجناح بتاحها هتلاقي في شعر الدكر ما بيبقاش في شعر خالص لاني الدكر بيكسر شعر بعد النتاية وبيطلع في الفترة دي بيبقى الشعر بتاعه او الرش بتاعه اللي بيطلع بيبقى بسيط جدا 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 خلاص النتاية بتبقى العكس النتاية بتكسب شرعة بسرعة جدا زي الديل زي الجناح آآ آآ بيطلع كمان بيحق بيطلع آآ في في منطقة الرقبة بتاعتها يبدأ يظهر تغير الرش بتاعه يقع الشعر الاصفر كله يبدأ يطلع مكانه الرش اللي هو الاسود او الابيض حسب طبعا اللون بتاعها وكمان في النتاية بتكون الرجبة قريبة من مشت الرجل ومن عندي طبعا السدر بيكون املس كده كانه ناعم يعني بتلاقي كده السدر بتاعها ناعم مفيش في اي حاجة وكمان بتلاقي الرجبة بتاعتها بتبقى صغيرة جدا وكمان بتبقى قريبة جدا من مشت بتاع الرجل او من رجلها نفسها انما الدكر طبعا بيكون غير كده خالص يعني في بيبقى الدكر بتلاقي في خط كده قاسم من تحت الرقبة بالنص كده خط كده رفيع خالص حتى لو انتوا لاحظتوا دقاتي هتلاقي في خط كده آآ في البطف بيبقى كده قاسم من تحت السدر بتاعه من تحت الرقبة كده للسدر بتاعه بتحاعتها بتعرفي انه تام بيبقاش فيه الخط ده خالص خلاص طبعا دوت آآ كمان فرق كمان العظماية بتبقى بتاعت السدر بيبقى في الدكر بتبقى لها العظماية اللي في النص اللي هو القفز الصدري بتاعه بيكون واضحة جدا بالعمر الزغير والكبير لو انت بسك تقى تلاقيها بين النتايا ما بتبقاش بين فيه لكن النتايا طبعا كلها على بعضها بتكسي مرة واحدة ومتاخدش معاك كمان وقت يعني ممكن تكسي والدكر لسه بيطلع في الأجنحة بتاعته خلاص يبقى احنا كده عارفنا ازاي نفرق بين الدكر والنتايا بكل سهولة خلاص كده اول حاجة حجم المنقر بيبقى كبير عن النتايا النتايا بتبقى حجم المنقر بتاعة بيبقى صغير كمان الرمانة بتاعت الرجبة بتبقى صغيرة الدكر بتبقى واضحة جدا 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 الرجل بتبقى بتاعت الرجل بتبقى طويلة النتايا بتبقى رجل بتاعتها بتبقى صغيرة كمان الظهر بيبقى في النتايا عريض الدكر بيبقى الظهر بتاعه رفيع وكمان في الطول بتبقى النتايا صغيرة او قصيرة شوية الدكر بيبقى مديك طول ورفع بس باسم الله ما شاء الله بيشيل معاك وزني جميل جدا جدا الدماغ كمان ديت من الحاجات اللي انتو تعرفيها كويس جدا دماغ البطاية لو تلاقيت الدماغ كبيرة تعرفي ان دوت ضكر لو تلاقيت الدماغ زغيرة ومحن داكن تعرفي ان ديها تنتاية طبعا كل الحاجات دي احنا بنعرفها بكل سهولة تقدري كمان ان ان تتحدد كل اللي احنا قلنا دوت من اول ما البطة بتطلع من البيضة اول ما بتطلع من البيضة باسم الله ما شاء الله في تلاقي كده معاك. ويبقى بطوب صغير كده.ها ما قد طويل ومش مع رد كمان لو لاحظته هنا كمان هتلاقوا الفرق واضح جدا 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 بين الذكرة وبين النوتي هنا هتلاقوها مع ردة الظهر بتاعها عريض انما الذكر هتلاقيه طويل والضهر بتاعه ملموم شوية الدماغ هتبقى في الذكر كبيرة النتاية تبقى الدماغ بتاعتها زغيرة الرجل بتاعت البطة او النتاية بتبقى زغيرة انما في الذكر بتبقى طويلة الرمانة او الرجل اللي الرجبة بتتاعت الذكر او النتاية بتبقى واضحة جدا في الزكر غير كمان الفرق اللي بيبقى بتاع السدر بتاعه او الخط اللي بينزم من تحت الرقبة لغاية البط بيبقى واضح جدا جدا بين الزكر وبين النتاية والعظماية بتاعت الاخص الصدر بتاعهم بتبقى برضو واضحة جدا جدا تقدر ان انت تتحدديها بكل حاجة ما ادفتش تحدد اي حاجة من انا قلتها يبقى تقلب البطة وتعرفي من فتحة المجمع بتاعتها ازا تقلتي على الفتحة الشراجية بتاعتها اللي دخلتها لجوه كده هتبدأ ان انت هتطلع لك حاجة زي الفتحة او حاجة زي الشعرية طبعا دوة تبقى ضكر لو ما طلعتش تبقى دية نتاية في ايدك مفيش فيها اي مشكلة كلنا كنا بنتعلم وكلنا عارفنا من التجارب ومن كمان التربيات اللي احنا ربناها تقدر بكل سهولة ان انت تعرف بالفرق بين الضكر والنتاية بكل سهولة للبط ان شاء الله شوفكم بكرة بفيديو جديد باذن الله